سريعا كشفت الأيام ما كان مسلما به عند المعارضين وما كان محط شك عند آخرين ولكل وجهة نظر متبنى تشرح الواقع بالتفصيل حتى تبدي الأيام ما كنت تجهله راجت أحاديث التغيير ووعود الإصلاح الوردية من كل شركاء العملية السياسية في العراق قبل الانتخابات حتى ظن الرائي أنه لن يشاهد أي من الوجوه التي ألفها العراقيون مع الأزمات وبعد طول الصراع بين الفرقاء أخرج عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى كرئيس للحكومة المقبلة ومرشح تسوية بعد احتدام الصراع بين الأحزاب السياسية من جهته وعاد عبد المهدي بتغييرات جذرية وإصلاحات واسعة لكن بحسب التجارب السابقة وصفقات المناصب اللاحقة لا تتعدى تلك الوعود الحبر على الورقة صحيفة وول ستري جنرال الأمريكية قالت إن رئيس الوزراء الجديد لن يكون قادرا على فعل شيء لتغيير واقع البلاد وتنفيذ الإصلاحات بسبب تضاربها مع المصالح الشخصية للأحزاب ومصالح الأحزاب تقتضي بقاء شخصها بمناصبهم أو إبدالهم بوجوه يقال إنها جديدة لكنها تتبع المنظومة ذاتها التي أودت بالعراق إلى رأس قائمة الدول الأكثر فسادا بالعالم فيقاد البلد كما يرى مراقبون بأحزاب تجمع المال والسلطة والسلاح وتتبع أجندات إقليمية تتحرك وتقف وفق أوامر من الخارج ما يعكس استحالة التغيير في المشهد الراهن وجاء هذا علنا على لسان النائب عن كتلة صادقون التابعة لميش الأصائب نعيم العبودي الذي أكد أن أي شخصية مستقلة ستتولى منصبا في الحكومة القادمة ستفشل حتما لافتا إلى أن القوى السياسية لن تدعم أي حكومة خارج نفوذها وإذ يبدو تصريح العبودي ردا على دعوة زعيم التيار الصدري بإبقاء وزارتي الدفاع والداخلية تحت تصرف رئيس الوزراء وعدم تسليمها لأي مرشح حزبي فإنها تعكس صورة لا تقبل المواربة عن حقيقة الوضع في العراق أي إصلاح وأي تغيير يتوقع وهذا المنطق السائد